التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع تاري بيلس جوك الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أكد الاهتمام بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وخلال اجتماع آخر مع أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة وجه رئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراء عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة لشركات الأسترالية في هذا المجال استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد تاري بيلس كوك الرئيس التنفيذي للشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جانب السفيرة هيلدا كيلمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة والسيد محمد عمر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سكاتك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار ثلاثة جيجاوات من طاقة الرياح وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل التوافر الإرادة السياسية والتنفيذية حيث يحظى قطع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس من جانبه أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر القادم بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتج الطاقة المتجددة في العالم بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية إلى جانب السيد معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بما فيها مشروع إنتاج الطاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسرع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة القضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال وذلك في ظل الاهتمام الذي تليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصدر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من جانبه أعربى رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطع الطاقة المتجددة في مصر التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء ومؤكداً حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهايدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ترجمة نانسي قنقر